ميستر كولر يتمسك بضم يزن النعيمات نجبه منتخب الأردن في الصيف يعني كان مظاهر بشكل كويس جدا في كاس آسيا بس موضوع ممكن يكون مختلف يعني اسمه كان مرتبط بالزمالك ان هو هيجي الزمالك ايا كان يعني في الاول اخر ميستر كولر اكيد بيفكر في الفترة اللي جاية في تدعيم بس اعتقد ان ممكن يكون الكلام ده حصل في الفترة اللي فاتت وهتلاقي فيه لعبة بتتعرض عليه واسمها بيتعرض عليه بس في الاول اخر هتلاقي فيه برضو مجلس الادارة داعم لميستر كولر عايزين نشوف صفقات تليق باسم النادى الاهلي الاهلي يحدد 7 مليون يورو لبيع محمد عبد المنعم الى موناكل فرنسي نتمنى والله ان محمد عبد المنعم وانا قلت قبل كده قبل حتى ما الاهلي يحصل على دور الابطال قلت لعبد المنعم ان انا عارف ان عبد المنعم عنده التموح ان هو عايز يسافر وعايز يحترف وده حق مشروع جماعي حتى ولا جمهور يزعل منه ولا حد يزعل منه لان ده تموح لعب انا نفس احترف نفس احترف برا ألعب في اوروبا ألعب في تجربة جديدة استفد منها من ناحية من نواحي كتير جدا اه طبعا من ناحية اعلامية ومن ناحية جماهرية مش هيبقى زي الاهلي بس كل واحد عنده التموح بتاعه وعنده التجربة فمحدش يزعل منه فبتمنى اتمنى ان عبد المنعم والنادي الاهلي لو فعلا فيه عروض مميزة لعبد المنعم فخلاص يدوله الفرصة لانه خصوصا كمان نقف الفترة الاخيرة بصراحة ما اثارش مع النادي الاهلي كان من اللاعبة الكويسة مقاتل جوه الملعب بيموت نفسه جوه الملعب جمهور مرتبط به بشكل كبير جدا فيه حالة حب ما بينه وما بين جمهور النادي الاهلي في مواقف صعبة كان شايلك فعشان كده بتمنى ان عبد المنعم لحد اخر لحظة يكمل بالمستوى ده مع النادي الاهلي واكيد النادي الاهلي مش هيقف في طريقه يعني الاهلي يدعي الرطوشة الاخيرة لضم يحيى عطية عطية الله بعد صابت معلول برضو اكيد النادي الاهلي بيرتب الامور بتاعته واكيد برضو النادي الزمالك بيرتب الامور بتاعته في الفترة جاية رغم ان يعني فيه مشكلة قد اتمنى التحل للنادي الزمالك برضو تواجده في المنافسة زي ما قلت انه بقى فيه عناصر موجودة وعناصر مميزة دي بتعمل قوة للدور المصر احمد ياسر ريان يقترب بقوة من اللعبة للزمالك والله يعني انا واحد من الناس يعني كان كابتن ياسر ريان كارتكلم في النقطة دي والاول اخر يعني هو اختيار وارد ان كابتن ياسر ريان ممكن عايز خلاص شايف ان موضوع الاهلي مقفول فشايف انه ممكن يكون فيه مفاوضات ما بينه وما بين نادي الزمالك اعتقد ان الحاجات دي حق مشروع عادي يعني بس هل نادي الزمالك محتاجه في الاول اخر اختيار مجلس الادارة واختيار الجهاز الفني وبتمنى ان يبقى فيه لعيبة تليق باسم نادي الزمالك احمد ياسر ريان من اللعبة الكويسة جدا ممكن ما يكونش يخد فرصته مع نادي الاهلي او ممكن ما يعرفش ان يزبط وجوده بس في الاول اخر هو من اللعبة الوعدة وكان ليه ليه مستقبل كبير جدا كان الواحد متنبئ له فوارد انه ممكن يروح نادي الزمالك ويتقالك زي ناصر ماهر ناصر ماهر في فترة ظهر مع نادي الزمالك عشان لعيب كويس نشيت بيليه عشان هو طور من نفسه نشيت بيليه عشان عايز يثبت وجوده هل احمد ياسر ريان برضو عايز يعمل التجربة دي وارد ده كل ده هنشوفه في الفترة اللي جاي وهو احمد ياسر ريان موافق على اللعبة للزمالك وفي الاول الاخر كل واحد اختياره كل واحد للتجربة بتاعته وزا ما قلت ناصر ماهر كل واحد بقى على حسب الشخصية بتاعته وعلى حسب الاختيار في الفترة اللي جاي